ممكن أي حد من بيسمعنا دلوقتي من الأشخاص اللي أصيبوا بكورونا يتخد شوية وممكن الناس أصيبت من بدري من فترة هل كل شخص أصيب بكورونا حتى لو تعافوا حتى لو من فترة كبيرة مفروض يعمل رانين على القلب أو مفروض يعمل تاني تحليل أو يكشف تاني ممكن يكون موجود للتهاب يعني لو حضرتك توضح لنا بس النقطة دي بص حضرتك سؤال حضرتك في غاية في الأهمية لا مش كده اللي بيحدد ده هو الدكتور ولكن أي حد جاله كورونا في بعض الأعراض اللي هي مشتركة بين الناس اللي أقول لك كان لسه شوية نهجان ضربات قلبي سريعة ده لا يمنع أن أنت بعد ما تخف من الكورونا أسبوعين ثلاثة مثلا تعمل رأس من قلب موجات صوتية على القلب وحسب المجهود اللي أنت بتعمله الدكتور بيحدد أنت محتاج إيه تاني نحن بنتكلم دلوقتي على فئة تانية خالص طب معلش أنا أسف عشان سؤال جمانة مهم جدا وأنا شخصيا خفت على نفسي أنا جالي كورونا في بداية الموجة الأولى يعني كنت من الأوائل والطعمت والرواد الحمد لله أطعمت خدت الجرعتين وأعدت معي 30 يوم أعدت معي شخصيا 30 يوم كان في شهر 6 من بداية الكورونا كان السنة اللي فاتت وأنا بلعب رياضة بشكل منتظم ابتدت أرجع ألعب رياضة بعد فترة منها لأن ما كانش عندي القدرة أن أرجع أمارس حياتي الرياضية بشكل طبيعي أنا النهاردة بعد مرور سنة من التعافي هل أخاف أن أنا ممكن يكون عندي حاجة من الحاجات دي؟ لا أولا هل أنت عندك أعراض؟ ممكن حد يركز مع نفسه مثلا آه ده أنا عندي نهاجين آه لا ده أنا نفسي بقى قصير يعني ممكن الناس شوية تبطيح يختلط عليها أنا دايما عندي مقولة دايما بقولها كده العيان ما بيختلفش عليتني لهو نفسه ولا الدكتور بخبار حضرتك لما بتلاقي نفسك في حاجة تعباكي لا أنا مش طبيعية مش هتصبر عن نفسك سنة لا أنا مش طبيعي أنا مش هو ده يعني بحس بعد التعافي الشخص اللي أصيب بيحس بعد التعافي من كورونا أنه هو مش طبيعي طبعا ولو حس أنه هو مش طبيعي وحصل الإصابة في القلب دي لأقدر الله التعافي منها بالأدوية موجود ولا الموضوع خاص بيبقى أفضل معك لا 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 موجود لا موجود وبيخف وبيرجع لطبيعة تاني بس بنظام معين ببروتوكول معين بيحددوا الدكتور يعني لعبة الكرة دي هترجع تلعب مرة تاني هترجع تلعب تاني ولكن انت عارف حديثك برضو ده يتم عادة تقييم فيه أدوية بيبقى ماشي عليها فترة طويلة من ثلاثة لستة شهور على حسب الإصابة وعلى حسب نوع الحالة كبال حديثك احنا لسه ما فيش ريبورتو طبي اتنشر بالزبط ايه اللي حصل لبادة البنون حجم الإصابة او الدنيا هتبقى ماشي ازاي ولكن لما بيثبت ان فيه التهاب حوالين غشاء القلب او عضلة القلب احيانا بنوقف اللعبة من ثلاثة لستة شهور وده حصل حسب الحالة ويفضل انه كل شخص اصيب بكورونا بالزبط اولا ان يبقى فيه فترة تقاهى بعد هذه الفترة لازم يروح يعمل رانين زي ما حضرك قلت رانين على القلب للرياضيين الرياضيين الاشخاص العادية مش محتاجين الاشخاص العاديين الاشخاص العاديين على وجه التحديد الدكتور هو اللي بيحدد الفيحوصات لكن انت لو شخص عادي وجالك كورونا وكان فيه شوية اعراض رسم القلب بمواجهة صوتية على القلب الكافيين والدكتور هو اللي بيحدد الخطوات التانية بالنسبة للرياضيين الرياضيين برضو الدكتور القلب الرياضي هو اللي بيحدد والرانين المغناطيسي بيطلب في بعض اللاعبين وبدأ يطلب بكسرة الفترة دي ليه بس تعقيب أخير أهم حاجة الفترة دي على وجه التحديد الكافيهات ما زالت بتنزل الشيشة ودلوقتي في حالة انتشار شديدة في العالم كله ومش في مصر لمايكرون احنا متأخرين عن أوروبا من 4 إلى 6 أسابيع بس بدأنا نخش البيك بتاعتنا والجو بقبرت ودلوقتي التجمعات والناس بتقفل ومقاش فيه تهوية كافية ياريت ان احنا يبقى فيه التوعيه أكتر من خلال حضراتكو ان الناس لازم تبعد عن الأماكن المغلقة واللي فيها شيش والدولة واخدى خطوات قوية جدا